بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا صديقة عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهنيه بمناسبة العيد الوضني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لجلالته مفور الصحة والعافية ولماليزيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار بعث سمو للعهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا صديقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تهنيه بمناسبة العيد الوضني لبلاده متمنيا سموه لجلالته مفور الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنيات مماثلة